كذلك الحدث الطبي النادر الذي شهدته محافظة كربلاء قبل أربعين عاماً تعود القصة النادرة لتتكرر في المكسيك حيث أعلنت صحف بريطانية مفاجأة لأول مرة من نوعها هناك فقد أدهشت سيدة تبلغ من العمر أربعة وثمانين عاماً من دورانجو بالمكسيك المسعفين عندما اكتشفوا أن آلام البطن التي تشك منها لم تكن إلا جنيناً محنطاً في رحمها منذ ما يزيد عن أربعة عقود وبحسب ما ورد في صحيفته ديلي ستار البريطانية فأن المرأة ذهبت لعيادة الصحة العامة بسبب آلام شديدة في بطنها وبالفحص وجدوا أنها تحمل جنيناً لم يكتب له أن يولد منذ أربعين عاماً ويعتقد المسعفون أن الطفلة مات وتحنط في الأسبوع الأربعين من الحمل بعد أن توقف عن النمو بشكل طبيعي وأضفت التقارير أنه من غير المرجح أن تكون الأم قد تلقت الرعاية المناسبة في أثناء الحمل قبل حوالي أربعين عاماً ما يمثل حالة تشبه تلك الموجودة في دول أخرى تعاني من ضعف البنية الصحية الأمر الذي قد ينتج قصصاً غريبة وفي ذات الوقت لا تطمئن حياة البشر لغياب الرعاية الصحية عنهم في كثير من الأحيان اشتركوا في القناة